السلام عليكم اخوتي ان شاء الله يبدوا بخير معكم اخوكم كما دائما من قناة في الانات الديزان كما اعودكم اخوتي وبما تكون حاجة جديدة فيما يخص السكن الاجتماعي راني شارك مع اخوتي من اي ولاية سوى في ولاية سوى ولاية وعران ولا اي ولاية من ولاية الجزائر فليهذا اخوتي قبل ما نبدو في الفيديو هذا ما تنسيوش اخوتي الدعم ونوم لايك لقدش دعم متاعكم هو اللي حفزنا دائما باش قد منكم جديد وكان ذلك اخوتي الناس اللي مشتركوا وتشوف اول مرة تشترك في القناة وتفعل جرس جر الهدد علي اخوتي من جريدة ابو راس راح تشوفوا المقال التحق وليهم الناس ام البواقي توزيع نحو توزيع الف وخمسمائة سكن اجتماعي بام ام البواقي اخوتي راح خليكم الرابط تحدي الصفحة اخوتي في صندوق الوصف كما العادة لمزداقية القناة وراح نروح مباشرة اخوتي ندخلوا للجريدة اخوتي ونشوفوا المقال التعالى الكونكسون راي تقيلة شوية الله غالب هدي كونكسون في الجزائر كوش يتقل البلاد تقيلة كما راكم تشوفوا خوتي من الجريدة الاوراس خوتي جريدة الاوراس راح نقروا المقال التعالى ام البواقي كما راكم تشوفوا خوتي في الصورة نحو خلال احتفالات عيد الاستقلال بالخامس من جوليا نحو توزيع الف وخمسمائة سكن اجتماعي بام البواقي كشف ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية ام البواقي عن ترقب توزيع حصة معتبرة من السكانات بسيغة العمومي الايجاري بمختلف بلديات الولاية خلال احتفالات عيد الاستقلال المصادف للخامس من شهر اجوليا ان شاء الله يا رب تكون بالصح وما تكونش خرضين الحصة المنتدرة توزيعها تفوق الف وخمسمائة وحدة سكنية واغلبها بمدينة عين البيضاء بازياد من الف وحدة سكنية يعني عين البيضاء اخوتي بلدي البيضاء هي اللي لها ستدي نسبة كبيرة من وحدات سكنية اللي يصل حد انتهى اخوتي الف وحدة سكنية بارك في 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 عين في عين في وحدة سكنية عين البيضاء عين البيضاء اخوتي ومنها خمسة مئة وخمسين وحدة سكنية بصيغة العموم الاجاري عدل اثنين وثلاثمائة وحدة سكنية بمدينة ام البواقي ومئة وثمانية وحدة سكنية ببلدية عين بيبوش وخمسين وحدة سكنية ببلدية عين الزيتون وكذا واحدة وحدة سكنية اخرى بلدية اولاد الزاوي أما فيما يخص 200 وحدة سكانية بصيغة العموم الإيجاري التي استفادت منها ولاية أم البواقي خلال سنة 2022 فينتظر توزيعها على بلدية سوق النعمان وعين الكرشا وعين بيوش وأم البواقي وقصر صبيحي وهذا ولا تزال الأشغال الخاصة بالتهيئة الخارجية الخامسة بالمشروع الخاصة بالمشروع 40 سكان عمومي إيجاري ببلدية الزرق و20 و30 سكان عمومي إيجاري بمساكنية بمتواصلة لتكون جاهزة لاستلام قبل نهاية السنة الجارية في وقت أن الأشغال تزفيد الطريق وانطلقت بمشروع 100 سكان عمومي بمدينة سوق النعمان ليتم تسليم المشروع قاربا بالمقابل سجل تأخر كبير في عمليات توزيع الحصة السكانية رغم الانتهاء الأشغال بها منذ أشهر طويلة أين أرجع السبب التأخير لتماطل المجالس البلدية في إعداد القوائم الإسمية رغم إتمام جميع الأشغال وخاصة بالتهيئة الداخلية للعمارات وكذا التهيئة الخارجية للمجمعات السكنية المصالح الولائية بأمر الواقي شددت على المجالس البلدية المعنية ببرامج السكن عمومي إيجاري بدرورة استهلاك وتطهير البرامج القادمة والمتأخرة منذ أزياد من سبع سنوات لتمكين الولاية من الاستفادة من حيث السكنية الجديدة بمختلف السيارة كما شفتوا خوتي أخبار هذا من جديدة الأوراس إن شاء الله يا ربي بارك كما يقول لك إلا كانت بارك تخون منها كما نقول إحنا ويفو بالوعود أنت وحوم خوتي والعقوبة خوتي للناس اللي ما زالوا وكما قلتم خوتي دائما ما تنسوناش خوتي بالدعاء ودائما تقراري في فيديو جديد وما أبقى لكم غير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر